نظرة أخيرة إلى حرستة قبل الصعود إلى باصل الانسحاب إلى إدلب بعد الهزيمة باصات الغوطاء حملت آلاف المسلحين من المصرى وفيلق الرحمن وعائلاتهم جاءوا من حزة وزملكة وعربين وجوبر الباصات جاءت مبكرا إلى معبر حرستة كي يكتمل تقص الهزيمة المسافة السياسية والنفسية والرمزية التي ابتعدت بهم قوافلها عن العاصمة تزيد في منطق التاريخ عن الكيلومترات التي قطعتها نحو شمال دماشق ومنها إلى ريف حما إذ انطوت بترحيلهم فجأة سبع سنوات من الحرب والدمار والنزوح واستباحة العاصمة بالهاونات والقذائف أما دوما التي لم ترد في الاتفاق فلا نهج موحدا يجمع مقاتليها ففيما يستعجل جناح نائب قائد جيش الإسلام أبو قصيد ديراني الصعودة إلى باصات الانسحاب إلى القلمون الشرقي أو التسوية مع الجيش السوري كما طلب إلى الروس يصر جناح شرعي جيش الإسلام سمير كعكا على البقاء والقتال لكن تسجيلا لواء العلوان الناطق باسم فيلق الرحمن يقول فيه أن أساس الخلاف مع الروس يكمن في تهريب الأموال والآثار وهلأ مشكلتكم مع الروس اللي عم تتفاوض معهم هي إخراج الأموال وإخراج الآثار الروس استعجلوا صعود المسلحين إلى الباصات لاحتواء الضغوط الدولية على العملية العسكرية والحملات الإعلامية ضدها راقب ضباطهم عند المعبر قوافلها لحمايتها من أي خروق أو عراقيل أما دماشق فبالرغم من أن الجيش السوري لم يذهب إلى سحق ما تبقى من مسلحين أجانب ومحليين باتت أعلامه تخفق في معظم أنحاء الغوطة كما أن وحداته خاضت وحدها المراحل الأخيرة من المعركة التي تنتصر فيها سوريا كلها بعد سنين من القتال المئات من مسلحين نصرى الذين يتجمعون في هذه الباصات سيحتشدون في إمارة إدلب المتضخمة حيث تستنزفهم استراتيجية تركية تسعى لتصفية النصرى ومئات آخرون من فيلق الرحمن تسعى أنقرة لضمهم إلى فصائل درع الفرات لتتوسع سيطرتها بهم على ما تحتله من الشمال السوري من معبر حرستة في الغوطة الشرقية ديماناصيف الميادين